مرحبا نرحب فيكم اليوم من قناة NFX بدأنا نحكي اليوم عن برنامج اللي هو بيساعدنا نلاقي الجهاز المسروق ممكن حتى انه يرسلنا الموقع الجهاز المسروق وحتى انه ياخد صورة للشخص اللي هي سرق الجهاز منفوت على المتجر واسم البرنامج لوسط اندرويد نقوم بالضغط عليه تثبيت البرنامج ندخل عليه في عنا البرنامج حكوم فقط بالانجليزية وفي عنا نضغط عليها ونكمل بتنشيط وهيك صار عنا البرنامج جاهز كل ما علينا فعله انه نخرج منه البرنامج ما سنلاقيه بقائمة البرامج حكوم مخفي وهيك الشخص اللي سرق الجهاز ما هيعرف انه البرنامج موجود على جهازنا كل ما علينا فعله في حال نسرق الجهاز صبح الله منروح على متصفح الانترنت ومنضغط على اندرويد لوست على الموقع حنوضع الرابط بتلاقوه باسفل الفيديو ومنروح على ساين ان للدخول عليه بعد ما ضغطنا الساين ان سيكون الحساب اللي هنفوت عليه هو نفسه حساب الجيميل اللي مربوط فيه جهازنا فمنقوم بادخال الحساب بادخال كمتصر كامل على اللاو وهلأ بالشاشة هاي اللي هتطلاعكم منفوت على كونترولز ونشوف اول الخيارات اللي بتطلعنا في عنا لو حبينا لو نعف ان الجهاز بمنطقة قريب مننا فممكن نخليه رن بالضغط على كلمة اللارم ونجربه هلأ فمتل مملاحظين رن الجهاز فهيك ممكن لو كان هو بمنطقة قريبة مننا لو ضايع الجهاز بالبيت ممكن انه نلاقيه بهذه الطريقة الشيء الثاني ممكن حتى انه ما نطلع له صوت عن طريق ساوله الاهتزاز في عنا كمان امكانية ارسال الموقع الموقع send location ومتل ما اننا شايفين هيك درنا نعرف مين موقع الجهاز طبعا ما ننسى انه لازم تكون جهازنا دائما موصول بالانترنت لحتى نكون قادرين على الوصول لهذه البيانات كله وفي عنا كمان خيار ارسال ايميل في حال انه كانت البطارية قليلة هذا في حال نحكي ضيعنا الجهاز لمدة طويلة وخفنا انه يطفي الجهاز بالاخير يبعث لنا مكانه او يخفف استهلاكه للبطارية قبل لا يطفي وبإمكاننا ايضا نذهب على خيار موبايل ونختار منه عدة اشياء منها فرونت كاميرا يعني ياخد صورة من الكاميرا الامية نضغط عليها ننتظر شوي ممكن تجينا صوت الشخص بالكاميرا الامامية او كمان نقدر ناخد الكاميرا الخلفية رير كاميرا وهيكا نعرف نصور من الجهتين ويكون عنا مقدرة انه نشوف الكاميرا الامامية والخلفية من في حواليهم بالإمكان ايضا تسجيل صوت لما بدأت 10 ثوانه ويصلنا مقطع الصوتي ممكن نعرف المكالمات اللي عم تصير بهذه الحوار اللي عم تصير بين اي شخصين بهذه المكالمات فينا حتى نفوت على الـ ونحصل اخر 10 مكالمات بمجرد ضغط على الـ ممكن ايضا انه نحنا نخلي التليفون يتكلم في حق لانه كان ضائع بمكان عام مثل هون الرسالة الاساسية الموجودة I am lost please pick me up وفي عدة لغات فيها في عنا كمان مقدرة في ميزة في مقدرة نخلي الجهاز يتكلم بصوت عالي في حاله كان مفقود بمكان عام والرسالة الاساسية الموجودة I am lost please pick me up نحط له speak I am lost please pick me up وهيك لو في شخص حوالين الجهاز ممكن نلاقيه هاي اغلب الاشياء الموجودة فيه كمان بامكانه ناخد الـ تبع التليفون لو فيه داتا كافي ممكن حتى انه ناخد الـ SMS messages ممكن اشياء كتير مثل الفايلز الفوتوز الصور الاشياء تانية كمان ناخدها ونما امتهى منه ممكن نعمل log out ونخرج منه تماما فيه حال رغبنا انه نزيل هذا البرنامج من الجهاز الاسلوب الوحيد لازالته هو انه نرجع على المتجر وعلى فتح التطبيق ونضغط على نضغط على التطبيق ونضغط على المتجر ونضغط على المتجر ونضغط على المتجر وهيك هذا الاسلوب الوحيد لازالة البرنامج من جهازنا شكرا لكم كتير متمنى تشوفونا بفيديوهات قادمة ننتظر كل تعليقاتكم آراءكم كان معكم أحمد من DX Arena ونشكر القناة NFX مرة ثانية لأتاحتنا الفرصة لعرض هذا الفيديو شكرا لكم